أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أنا شاب تقدمت للزواج لأسر كثيرة وأردن لسبب ولغير سبب وقد ضاقت بي الأرض فأرجو الدعاء لي بأن يسر الله لأمري أثابكم الله فقط الدعاء ما هي مشكلة أقول اللهم يسر أمور المسلمين صلى في عزتي وجلانهم يرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك في الدنيا والآخر زوجة تخاف الله فيك وتتقي وأن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها العين وأخي في الله لا تتأثر بهذا قد تطلب الزوجة وقد تطلب الوظيفة وقد تطلب السيارة وقد تطلب الأرض والعمارة فيصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته والله يعلم وأنتم لا تعلموا وقد ترغب المرأة ووراءها البلاء ووراءها الشقاء وقد ترى المرأة كأحسن ما أنت رائم من جمال ولكن ذريتها لا خير فيها وقد ترى المرأة فتعجبه فيكون بلاؤها وشقاءها عليك إن طمعت فيها وحصلت عليها فالله يصرفك عن الشر والبلاء من حيث لا تعلم من حيث تعلم من حيث لا تعلم فأحسن الظن بالله وكان الأخيار يتفائلون كثيرا إذا أرادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم لأن غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي إلا إذا تعب الإنسان يبحث عن وظيفة يبحث يبحث حتى يقول تضيق عليه الأرض بما رحبت ولكن الله يوسعه وقد يأتي الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب يبحث الشخص عن امرأة فيتعب ويكدح ويأخذ هذه ثم يعتذرون ويعرض نفسه على هؤلاء فيمتنعون ثم يأتي من يعرض عليه زوجة صالحة خيرة دينة مبارك فيها ومبارك في نسها وذريتها فأحسن الظن بالله وإياك أن تعجز أخي في الله أمور الدنيا سهلة الأهم أمور الآخر أما أمور الدنيا كلها سهلة وفي الدعاء المأثور ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها إذا بحثت عن السيارة عن أمور الدنيا لا تجعلها أكبر أهمك ولا تقول ضاقت عليه بعضهم يقول الله ما عرف كيف أصلي لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف بعد طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر فيبتليه الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية وهذا من كيد الشيطان بالإنسان فليحذر المؤمن الموافق ضع الآخرة أكبر أهمك وغاية رغبتك وسؤلك ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم لأن إبليس يتلاعد بالإنسان حتى إن بعضهم منعي يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا إياك ثم إياك إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك لأن الله له حكم عظيم في خلقي من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته قل أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك بخير الدين والدنيا والآخر احتسبه لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك السبيل نعم لا شك أن ينسان يخاف الفتن لكن أخي لا تشيء الظن بالله عز وجل أنت بحث وبذلت السبب ولم يتسأت غالب القدر ما لك في هذه الحالة إلا الصبر إذا وجدت الشيء من أمور الدنيا يعجزك إياك أن يتلعب بك الشيطان البعض يجيس مثلا يبحث عن الزوجة شهران من يجيس سنة يقيم الدنيا ويقعده والشيطان يعبث به فيأتي الشيطان فقيه لكن فقيه في ماذا في الشر لا في الخير والله إن صرفت قلبك إلى ربك صرف الخير إليك وإن اشتغلت بهذه الأمور وعطيتها أكثر مما تستحق فأصبح تقول ضاقت علي الأرض بما رحبت ضاقت عليك الأرض بما رحبت عشان ما وجدت زوجها أين أنت طول عمرك قبل ما تتزوج لا أخي الله لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا فاته الصف الأول تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا صلى وما خشى تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا سجد لله سجده فصرفه الشيطان عن ربه تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون من صيام وقيام فيبكي بكاء الحزن والشجاة والألم على فوات سعة الآخرة هنا تضيق الأرض مما رحبت الآخرة يجعلها أكبر همك ومبلغ علمك تضيق عليك الأرض مما رحبت إذا فاتك شيء يقضربك إلى الله أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكدارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك أو تصرفك عربك أو تفتنك في طاعتك وفي علمك وفي عملك إياك أن يخدعك الشيطان لا تضيق عليك الأرض مما رحبت بأمور الفتن والملهيات والمغريات أبدا فلعليك أن تكون قوية الشكيمة صادق العزيمة محسن الظن بالله ترجمة نانسي قنقر